بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد و نستعين و نستغفر و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سياة أعمالنا من يهده الله و فلا مضل له و من ظل الفلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده و لا شريك له و أشهد أن محمدا عبد و رسوله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مهم جدا هو متن الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى لكن قبل أن نبدأ بهذا المتن المبارك لا بد من معرفة أمور أولا لماذا ندرس هذا المتن المبارك لماذا ندرس الدروس المهمة لأنها مهمة قد يقول قائل نعم هذه الدروس المهمة مهمة لكن مهمة لعامة الأمة و أنا لست من عامة الأمة لأن هناك بعض الطلاب هدان الله إياهم يعني يتكبر على العلم و العلماء يقول هي مهمة لكن لعامة الأمة و أنا لست من عامة الأمة نقول له لا إشكال في هذا نسألك عما في هذه الدروس من شروط لا إله إلا الله و شروط الصلاة و أركان الصلاة و واجبات الصلاة سنن الصلاة و مبطلات الصلاة شروط الوضوء فروض الوضوء نواقض الوضوء إذا أجاب الحمد لله نقول ارتقي مرتبة بعد هذا لكن إن لم يجب نقول لا يمكن أن تتكبر على علم و العلماء لا بد أن تسير على النهج و الطريق الذي خط لنا علماء حتى تصل إلى ما وصل إليه العلماء فهذا أمر مهم جدا و هذه الدروس المهمة على ما سمها المؤلف رحمه الله تعالى هي مهمة نعم محتوى هذا المتنى المبارك هذا المتنى المبارك يحتوي على طريقة السلف في حفظ و دراسة القرآن و الثاني ما يتعلق بالتوحيد و ما ضد التوحيد وهو الشرك و الثالث ما يتعلق بالصلاة و ثم ما يتعلق بالطهارة ثم ما يتعلق بتجهيز الميت التكفيني و الصلاة عليه ثم الأداب و الأخلاق الإسلامي هذا المتنى المبارك إذن يحتوي على هذه الأمور و هذه والله مهمة و هذه الرسالة تصلح لأن تدرس في كل دورة وتصلح لكل أحد حتى للمسلم الجديد حتى لغير المسلمين يتعرف ما عليه أهل الإسلام من الآداب و الأخلاق ثم فيه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مهم جدا قبل أن نبدأ في دراسة هذا المتن المبارك و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه وسلم